بسم الله الرحمن الرحيم قالي ما أنزلنا عليك القرآن لتشكي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الفريق وإن تدع أرض القول فإنهم يعلم السر وأغفى الله لا إله إلا هو له الأسماء القسن وهل أتاك حديث موسى إذ رأي نارا فقال لأهلهم قسروا إني آمست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أهد على النيل غدا فلما أتاها مودي يا موسى أني أنا ربك فاقبعنا عليك إنك بالواجه مقدس قوة وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقل الصلاة لذكري إن الساعة آتية أتابع فيها لتجزى كل نفس بما تسعي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتربه وما تلت بيمينك يا موسى قال لي أعصاياك واتكر عليها وأهش بها على غمن ولي فيها مآرب أخره قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعي قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها القول رب مميبك إلى جناحك تخرج بيضاء من خير سوء آية أخره بنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى كل عون إن ننطغي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يشدد به أزري وأشرفه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سولك يا موسى ولقد ممنى عليك مرة أخره إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أني قد فيه في التابوت فقد فيه في اليم بل يلقي اليم بالساحل يا قده عدوه لي وعدوه لا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أخك فتقول هل أدلكم على من يدخله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سهين في أهل مدينة ثم جيت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي أذهب أنت وأقولك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له حولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأريك فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قجيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدر إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من تذب وتولي قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدي قال فما بال كرون الأولي قال علم آئند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي دعا لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سجلا وأنزل من السماء ماء فأقربنا به أزوابا من نباتي شكا كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لغلد النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخر ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبي قال أبيتنا بتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلما في أنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلطي نحن ولا أنت مجانا سوى قال لو عدكم يوم الزينة وأن يحشر من الناس زحى فتولى في العون فجمع كيده ثم هتا قال لهم موسى ويذهب بطريقتكم المثل فبمعوا كيدكم ثم ماتوا صفهم وقد أفلح اليوم من استعلي قالوا يا موسى إما أن ترقي وإما أن نكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإذا حبابهم وعصيهم يخيل إلي سحري أم ما تسعى فأوجز في نفسه في فتا موسى قلنا لا تخط إنك أنت الأعلى وألقوا في اليمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كين ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر السددان قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم لهم قبل أن آذلكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلأقطعن أيديكم وعرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جزوع النحل ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن نترك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا فقضينا أن تقاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمننا بربنا ليغفرنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله قدر وأبقى إن من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموق فيها ولا يحرر ومن ياته ممنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلي جنات عدل تدري من تحتها الأنهار والدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمين إما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هده يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور أيضا ونزلنا عليكم من موسى كلوا من طيباتنا رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحبب علي غضبي فقد أوهي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتده وما أعدلك عن قبلك يا موسى قاله الأولاء على أثري وعدلت إليك ربي لترضي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامر فردع موسى إلى قومي غبان أسفا قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أن أردتم أن يحب عليكم غضب من ربكم فأخلفتم من نوعدي قالوا ما أخلفنا نوعب كبيرتنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عبن أندسد له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم برا ولا نفعا ولقد قال لهم آرون من قبل يا قومي إن ما كفتون بك وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هاو ما منعك إذ رأيتهم ضمنوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترحب قولي قال فما حقبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهف فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تطلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق له ثم لننسفا لنه في الهم نسفا إنما إلى هكو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ناقى السبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة إزرا خالدين فيه وساء له يوم القيامة حلا يوم ننفق فسفور ونحشع المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إن لبث إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول ألفل طريقة إن لبث إلا يوما ويسألونك عن الجدال فقل ينسفها ربي نسفا فيدر آقاعا صفصة لا تري فيها عودا ولا أمدا يومئذ يتبعون الداعي لا عود له وخشعت الأصواف بالرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذر له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت العجوب بالحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مهم فلا يخاف ظلما ولا غضا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني عما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسدهوا إلا إذ ليس أبي فقلنا يا آدم إن هذا عدد لك ولزوجك فلا يخرج جنة ما من الجنة فتشق إن لك أما تدوع فيها ولا تعري وأنك لا قضنه فيها ولا قضنه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ألأدنك على شجرة الخلد وملك لا يبدئ فأكلا منها فبددت لما سوآتونا وطفقا ويخصفان علينا من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم ادتباه ربه فتاب عليه وهدئه قال اهدطا لما آدمي عن بعضكم لبعض عدوه فإما يا جنة مني هدئه فمن ادب عن هدايا فلا يضب ولا يشكى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره ونحشره يوم القيامة قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كونس وكذلك نجزي من أسرق ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلا من القرون يمشون في مساكنه إن في ذلك لآيات بأولنه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان جزاما وأدل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربه قبل طروع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح وأقراك المال لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجهم منهم زهرة الحياة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتم بينة ما تسفق في الأولي ولو أنا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونحزي قل كل متربص فتربصوا فستعلموا من الأصحاب الصراح السوي ومن التبا